حسنٌ هو القرآن حين أتانا ملء القلوب بيانه يتلالا تشلى به الأحزان طوعاً إنه يدعو لجنات النعيم مآلا في نغضة جمعت مفاخرة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وقلباً خاشعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وصياماً مقبولاً ولساناً ذاكراً وقلباً خاشعاً نزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين منبهاً إيانا الله عز وجل إن جاءنا خبر لا بد أن نتبين وأن نتريث وأن لا نكون مستعجلين في إصدار قرار معين إخواني الكرام لما الله عز وجل ينادين بهذا النداء وهو نداء خاص بنا نحن المؤمنين نحن الصائمين يا أيها الذين آمنوا آمنوا النداء موجه إلينا أسلوب القرآن الكريم يتعدد من صفة إلى أخرى من شخص إلى آخر هذه المرة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولذلك يقال في اللغة العربية أن التمرة قد فسقت أي خرجت من لحافها وتمرغت في التراب فأصبحت فقد فسقت التمرة كذلك الإنسان حينما يخرج من خيريته ويخرج من عدالته ويخرج من عقله ولا يكون يعرف كيف يصدر قرار يتعجل في اتخاذ القرار معين فلذلك وصفه الله عز وجل بالفسق والعياذ بالله إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا وتريثوا ولا تستعجلوا قطف الثمرة قبل نضجها لذلك وجب علينا أن ننتبه كم من بيوت قد خربت بسبب كلمة واحدة بسبب نشر كلمة بسبب نشر فتنة معينة كم من إخوان قد هجروا وقد هجروا بعضهم بعضا بسبب كلمة بسبب نبأ غير يقين غير صادق حسنا لذلكم إخواني الكرام ونحن في هذا الشهر الكريم شهر العبادة شهر الرحمة شهر القرآن الكريم شهر الأخلاق هذه المدرسة التي نتعلم من خلالها في كل سنة يتخرج منها أجيال وأجيال تتخرج منها نفوس تطهر فيها نفوس لابد أن نتخلق في هذا الشهر الكريم على أن نصدر وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي حينما يكتب الإنسان في صفحته أو في قصته يكتب الإنسان بخبر وهو لا يدري مصدر هذا الخبر يتعجل بكتابة الخبر ثم بعد ذلك يكون هذا الأمر مكذوب العياذ بالله فكيف تكون حالته كم من أناس شاهدوا هذا الخبر كم من أناس قد قرأوا هذا الخبر كم من أناس فلذلك حينما يأمرنا الله عز وجل أن نتريث وأن نتثبت في إصدار القرارات إخواني الكرام حينما مستعملي جميع الأجهزة الإلكترونية جميع وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن نتريث الإعلام سلاح ذو حدين الحد الأول نستعمله في الحد في الخير نستعمله في النشر الخير كمثل هذا الجانب الإعلامي عند إخواننا في مشروع النهضة بالقرآن الكريم يسعون إلى بث الخير ونشر القرآن الكريم وتعاليم القرآن الكريم فلذلك أردنا من خلال هذه المداخلة الطيبة أن نعلم أنفسنا وأن نتعلم من القرآن الكريم يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهديك إلى الصراط المستقيم يهديك إلى الصراط السوي يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنت الآن في عمل صالح أنت الآن في صيام أنت الآن في ذكر الله عز وجل أنت في تلاوة القرآن الكريم أنت في صلاة الترويح أنت صائم نهارك قائم لليلك فأنت في عمل صالح يبشر الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرة أي سعادة يتلقاها الإنسان المسلم أي سعادة يتلقاها الفرض الصائم حينما يبشره الله عز وجل بنفسه بأجر عظيم وأجر كبير لينال الإنسان حينما يتعلم تعاليم أو يتبع تعاليم القرآن الكريم وإرشادات القرآن الكريم إخواني الصائمين لابد أن نتعلم من القرآن الكريم بأنه كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أراده الله عز وجل وأراد له به لنا الخير الكثير بالقرآن الكريم فحينما نقرأ القرآن الكريم ونسمع الله عز وجل إن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال أمثال كثيرة يضربها الله عز وجل لأولي الألباب لأولي العقول لأصحاب القلوب لأصحاب العقول النظيفة حتى يتبينوا ويدركوا كيف يتعلموا من تعاليم القرآن الكريم نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفترنا ذهب الضمء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى تقبل الله مننا ومنكم صالح العمل غفر الله لنا ولكم وهو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحى فطوركم حسن هو القرآن حين أتانا